أنا خدت تفويض بأرض الوادي الجديد كلها كان الأرض ايه؟ فيه اختلاف في الولايات دي تابع الزراعة ودي تابع المحافظة تيجي المستثمر ياخد حتة الأرض هنا يدوخ لا زراعة تقول له تابع المحافظة المحافظة تقول له تابع الزراعة لا ما تعملش تروح البيئة تقول له لا انت مش هنا فدخلنا ففعلا أنا خدت تفويض كان سيد رئيس الوزراء ووزير الزراعة وخدت تفويض كان المحافظة سلطته كان حضرك ثلاث سنين أنك تدي المستثمر 30 فرضو كانت برضو إجراء برقراطي حلنا المشكلة دي بقى سلطة المحافظة 25 سنة أنا في هذا العام سنة أجرنا 130 ألف فدان يعني شوف دول إضافة للرقعة الزراعية المصرية وبيحس تبقى أمح أنا أقول لك إحنا الأمح 350 إلى 400 السوداني بنطلع 600 ألف 600 ألف طن بطاطس يا رب السوداني بنطلع حوالي 150 إلى 200 ألف وكلها 80% من المنتجات الوقت جيدة الزرية معادة الأمحي طبعاً بيدخل الصامع أنا لسه كان معالي وزير التومين كان مشارف في الودي جيد من أسبوع بالضبط الخميسة اللي فات أول حد اللي فات يعني وكان فتح صامع عندنا 45 ألف طن يعني تكلفت أكتر من 200 مليون جنيه مصري وفي نفس الوقت دي بتساعدنا بقى في تخزين الحبوب بدل الموضوع الشوان والحاجات دي بتاع فالاتجاه كله بأمانة للزراعة في الودي جيدة أحنا معكم